التغيير المناخة وارتفاع درجات الحرارة والأمطار بغير أوقاتها كانت السبب بمرض جديد ضرب العنب وشك منه مزارعو الكروم في رشاية وكفر مشكة وحصبية والبقاء الغربي عدوا نقابة مزارعي العنب بلبنان المزارع كمال السيئلة كشف أنه قصم من كروم العنب أصيب بمرض يسمى لفحة ما منعرف عنه الكتير وكانت تدعياته ضئيلة ومحدودة ببعض المواسم السابقة لكن هذا الموسم حل كارثيا مع تلف حوالي 40% من الموسم وكانت فيها درجة الحرارة بغير أوانا وكان سبق ذلك رطوبة عالية نتيجة التغيير المناخة أما المهندسة الزراعية المشرفة على الكروم النمرية فقالت أنه هذا المرض جديد وما شفنا منه من قبل نشتغلوا تكاليف من سنة لسنة حتى لو هلأ بعنا إنتاجنا هالخمسين بالمئة اللي ظلوا أنجا يطلعوا المصاريف بالتكاليف يعني سنة مش محسوبة بك تقول هلأ أنا بدي تقولي شو السبب السبب قلناه العلاج عملناه وما قدرنا سيطرنا بس أنا بدي حمل مسؤولية كبيرة لوزارة الزراعة أنه وزارة الزراعة في شي مرة أخذت عبوي في شركات كتير من احترمة شركات دواء ومستوردة ومن عزة وصادقة وفي شركات كتير عبتشتغل عبيب الله فمسؤولية وزارة الزراعة أنه في شي مرة أخذت عبوي من هالإدوية الموجودة بالسوق وعملت له فحص وشافت إذا مطابة للمواصفات أو لا هالإدوية المهربة الموجودة بالسوق مش قادريني يسيطروا عليها هالإدوية المنزوعة هلأ بكتقولي شو الحل الحل موجود نحن بلشنا مع الوزارات الزراعة السابقة عن نشتغل على إنشاء صندوق للتأمين صندوق للتأمين يعني بيجي المزارع إذا عنده بألف دولار إنتاج بيدفع تقريباً 2 إلى 2.5% على هالإيمة المبلغ اللي بدوا ينتجوا والدولة بتساعد بشوي في عنا كتير كوارث طبيعية يعني نحن الشتاء القوي بيأثر الشوب بيأثر الحرارة المرتفعة بتأثر السقيع الملاح اللي بيجي بالربيع بيأثر البرد بيأثر فهيدا السندوق بيكون متضمان لكل المزارعين إذا لا سمح الله صار فيه أي مشكلة بتتعالج أول سنة كانت منشوف هيدا العوارد عنا بالمنطقة فلنتأكد أكتر من نوع المرض يلي نحنا العنب منصب فيه بعثنا سامبلز على الأيوبيت لنتأكد أكتر وطلع أنه هيدا مرض فطري اسمه اللفحة أو دوني ميلجو يلي بيخليه سيره بنوع من الفطر اسمه بلازمو بارا فيتيكولا بيبلش بنقط صفر على الوراق الجديدة أو الوراق الصغيرة بالعنب وبالمراحل المتأدنى بيصير يتحول للون بني وكمانها بينتشر على العنائيات جربوا المزارعين أنه يكفحوا بالأدوية الموجودة بالأسواق لكن للأسف كانت الإصابة كثير منتشرة بسبب عوامل الطقس التي كانت ضربة بالمنطقة من خلال الحرارة الكثير عالية فكانت الإصابة منتشرة كثير وما أدروا أنه يعالجوه المسئولية حملت لوزارة الزراعة لعدم مرائبته جودة الأدوية رغم وجود شركات محترمة ومقدرة لكن ثمت تزوير بكثير من الأصناف فضلا عن الأدوية المزورة والمهربة